مرحبا شباب شونكم شخباركم يا رب تكونوا لكم خير ومرتاحين وسعيدين يا رب اليوم عندي موضوع وإن شاء الله المحاضرة ما يتنقصيرة لأنه الموضوع كلش مهم بنفس الوقت كلش سهل اللي هو يسمونه السيادة الغير تامة سابقا بالوراثة المندلية اللي هي مندل أول أو مندل الثالي شنن نسميها السيادة التامة أوكي نسميناها شنوها السيادة تامة اليوم لا راح ناخذ السيادة الغير تامة أريد أفهمك شنن هي السيادة بالله الغير تامة جاي يقول بها جاي يسوي بها خلي بالك وياي تعريفها مهم مقارنة مالتها مهمة جدا ومن المرشحات فلازم يتركز وياي بها زين قال السيادة الغير تامة هي الصفات التي يكون بها الطراز المظهري للفرد الهجين ها حدد للفرد الهجين مختلف تماما عن طرز الأبوين حيث يتخذ طرازا وسطيا بينهما أي بين الطرازين مظهرين لصفتين متضادلين نقيتين زين قبل أن نكملوا سبب اختراض تعبير الأليلين وغيرها تعالوا وخلي نشوف شنو مجده يقصد به هذا سابقا شنا عدنا هنا أخوان بالمندل الأول من الجهاني عندي هنا مندل الأول أو مندل الثاني شنا إذا نضرب مثلا إذا نضرب مثلا النبات بزالية أحمر الأزهار نقي في نبات بزالية أوكي أبيض الأزهار حلو حلو زين نحن خلينا نقول بيوان جيوان وعنده هنا أفوان تعالوا بل خلينا نشوف جدي يصير آني عنده هنا أوكي جدي يصير خلينا نشوف أحمر الأزهار نقي نعرفه أنه الطراز مات الوراثي كابتل آر كابتل آر صح زين أبيض الأزهار سمول سمول راح أخذان هنا واحد بياما صح لو أنا غلطان صحيح وهذا واحد بياما زين نضرب لي شطلع عندي طلع عندي فرد هجين صح لو أنا غلطان فرد هجين حد هنا أي ساب الفرد هجين هذا عندي هنا أحمر وهذا عندي هنا شنو أبيض هذا شنو اللون مادة راح تقول لستات شنو هي جديدة علينا أحمر مزهار أحمر مزهار هجين صح لو أنا غلطان صحيح هاي بيام وراثة بالوراثة المندلية هذا أحمر الأزهار ما طلع لي خلت نقول متخذ مثلا شوية أحمر وشوية أبيض لا طلع لي أحمر كامل مثل من بعد مثلا عندي رجل أيمن اليد في أحسر اليد أم رأي أحسر اليد أوكي هنا راح يطلع لي مثلا أنه بهذه الطريقة هماتين أيمن اليد يعني السادش ده تقصد بله بعد وصل لها أكثر أخوان بالوراثة المندلية الفرد الهجين يحمل لي صفة سائدة وهذه الصفة السائدة ما تكون خليط ما تكون خليط يعني مثلا مثلا هذا الفرد اللي هو أيمن اليد إحنا ذا نقول استاذ هذا تحمل لي هذا الآرض الشبير منين جايني جايني من الصفة السائدة وهذا منين جايني من الصفة المتنحية مصحيح أنه أنا غلطان هذا المفروض المفروض أنه يشتغل بأيديه ثنيناتهم ليش؟ لأنه حامل للموروثات ثنيناتهم بس هاي بالوراثة المندل هي تقول لا السائد فقط هو الذي يظهر ها يعني أما يكون يقول يقول مندل مندل شي يقول يقول أما يكون الفرد السائد أو الفرد المتنحي العفو أو المتنحي يعني يعني استاذ بالله بعد وضع يعني لا يكون فرد يكون بين السائد أو المتنحي مستحيل حتى الهجين يكون عنده سائد لا يمكن أن أقول علي المتنحي يحمل الموروثة ممكن تظهر بعدين لكن هو أي من اليد هجين جاي أقول أي من اليد لا أحسر اليد فعنده بالوراثة المندلية السائد وعند المتنحي لازم واحد منهم يظهر لا يكون خلط لا يكون خلط بزين السائد بينما بينما من نجي عندي الآن للسيادة الغير تامة شي يقول باوعلي عندي لون الأزهار في نبات يدعى حنك السبع شنوه في نبات حنك السبع باوعلي لون الأزهار مالته الأزهار راح تكون عندي هنا أزهار حمراء حمراء أوكي باوعلي في أزهار بيضاء بهذه طريقة نكتب استغال يعني هناك كسائد ومتنحي هناك ما كسائد ولا متنحي ولنفترض أنه كسائد ومتنحي خلنا نبقى على هذه الافتراضية هناك أحمر وهناك أبيض أوكي أوكي زي هناك باوعلي انت راح تفهم مجد يصير هناك وفق القوانين اللي احنا متعارف مياما راح ناخذ واحد مياما أوكي وينانا هم ناخذ واحد مياما يلا عمليات ضرب هايطلع لي بها الطريقة أبرأيكم هذا اللي يطلح شن هو يلا سؤلفوا لي هذا اللي يطلح شن هو من عرفه مو ما تعرف زين استاذ برا خصلك هو أكون هنا نسائد وأكون متنحي ما أكون لها سائد وأكون متنحي زين استاذ شلون لعد هايطلع منون ياخذ مكان الشوحي تقول بالسيادة الغير تام تقول بما أنه ما كواحد سائد على الثاني نخلطهم أخلطهم بالخلاط يا أبي السيادة الغير تام مخلاط السيادة الغير تام مخلاط شنون يعني استاذ يعني أنت حبيبي ذا رسام جبت لك لون أحمر جبت لك لون أحمر قد نفترض هذا أحمر وخلطت ويا أبيض فوق أبيض طبعا بالرسم يش راح يطلع لك يا لون ها وردين إذن طلع لي نبات سبع وردي ليش السيادة لأنه ما كسائد في الموضوع وحتى لو كسائد ما بارز هبته السيادة ليش طلع هاي لعد نبات البازالية السيادة ليش طلع لي أنه لو أحمر لو أبيض ما كوردي لازم يجب الغاز طبعا نحن عشي قبل الغاز صاحب صاحب أوكي بالوراثة المندلية لا خون لا ما ما وعضلاته ممنوع يتحرك متنح ولك قعد قبل قعد أنا الموجود هنا شفتني هنا بها وعلي شوف هنا دول اثنين آتهم هماتين هذا عندي أحمر وهذا عندي شنو أبيض المفروض هماتين كون وردي لا ماذا قال له قال له ولك أنا السائد إذن أنا أظهر سائد عود أنت فكر بيك بالجيد الثاني لا أطلع لك أبيض لا أطلع لك شوف سيادة مندلية يسموها السيادة التامة هي الماخذ القوة السائد ما أخذ على الكل عام بينما هنا السيادة غير تامة ها السيادة شنو غير تامة ما تامة السيادة يعني السائد هنا خطيئة راح يرقع كيفكم بعد فهنان راح يصير أكو اختراز يرا أستاذ اختراز بش نو خلاط لا باعج طلع للفرد الهجين طلع في هذه الطريقة ها مختلف عن طراز الأبوين لو لم يختلف عن طراز الأبوين دعنا نرح مختلف عن طراز الأبوين ها هذا الطراز شي يقول أبيض وهذا الطراز شنو المظهر المات أحمر هذا الفرد الهجين اشتلع لي وردي ها يختلف لو ما يختلف يختلف اثبات فهم ما اقدر اذا هي الصفات التي يكون بها الطراز المظهري للفرد الهجين باعجة يقول الطراز المظهري ارجع وقول الطراز المظهري مختلف تماما عن طراز الابوين حيث يتخذ طرازا وسطا بينهما يعني بين الابيض والاحمر شنوه يا لون الوردي اي بين الطرازين المظهرين لصفتين متضادتين نقيتين ليش بسبب اختلاط تعبير الاليلين لهاتين الصفتين الساد رحمة الوالديك هو شنوه الاليل ها الاليل هو احد انواع هو احد انواع الطفرات الوراثية المحتملة للجينات والجينات هي شنوه الساد الجينات عبارة عن تسلسل نديان اي اوكي عبارة عن تسلسل نديان اي كل تسلسل تذكرون من حياتنا عليها بالمحاضرات السابقة قلنا كل تسلسل رح يطلع لي صفة معينة اوكي فاني هنا شنوه الاليل مالة الصفة الحمرة اوكي الاليل مالة الصفة الحمرة زل بس سؤال سؤال باع باع ربطت انا هسا ربطت واني رجعت لانقسام بالفصل لول باوعلي نفترض نفترض انا عندي هذا خلدي نقول هذا الشريط مات الديان اي اوكي وهنا طبعا الموروثات موزعة وهي السوال هذا خلدي نقول هذا عندي هذا الديان اي هنا خلدي نقول الموروثات مالتها كلها هاي موروثات هاي الموروثات هنا متعباية كلها مالت من مالت اللون الاحمر اوكي اوكي زين وهنا هنا انا عندي شريط ثاني اوكي هماتين بموروثات الموروثات هي لون لون الابيض الأليل الأليل هو أحد أنواع الطفرات الوراثية المحتملة هو كل الموروثات خلال عملية العبور تذكرون بالعبور بالانقسام يصير عندي عملية اختلاط لو ما صير عملية اختلاط اختلاط بين المن بين الموروثات يعني بين قوسيا يا حبايب قلبي اختلاط عندي ويمن بالموروثات باوعلي خلي أحدد لك شوف شون هنسوي الاختلاط هذان الموروثات رح تجي تقعد هنا شوف هاي الطريقة بس باوعلي إذا تلاحظ فدوة أروح لك ركز وياي على الرسم شوف لي ذولي الثنين شوف لي ذولي شوف لي ذولي شوف لي ذولي شح يصير بيهم ذولي رح يصير بيهم عملية اختلاط شي يقل لي قاله تعال خلينا انتحدان وياك هذان الناتج ما ذولي الثنين أبيض وحمر الناتج ما ته شنو وردي إذن السيادة بين قوسيا اخوان السيادة الغير تم بين قوسيا نصير بسبب شنو سبب الطفرات بس بالكتاب ما مضحة في هاي الطريقة قال لا باعش قال قال بسبب اختلاط تعبير الأليلين لهاتين الصفتين اختلاط الاختلاط اللي صار عندي بالأليلات بالموروثات اختلطا موروثات الأحمر اختلطا ويا من ويا الأبيض سوى اللي سوى اللي عندي زين ليش السيادة ما ظهرت عندي الأحمر خواه ما يختلط بالوراثة المندلية ما كان يختلط يقول لك قد قل لك كان هنا أنا موجود إذن هنا أنا فهمنا هسا الموضوع لو لا إذن الفرد الهجين رح يطين شنوه طرازا وسطا بين الطرازين المطري من الصفتين المتضادين زين مثال عليه عندي أكو مثال منهجي بالكتاب وأكو مثال اللي هو رح يكون عندي إثرائي هذا الإثرائي ممكن ترى يجي بس مو يعني دور أول إحنا هاي سنة صراحة ما متوقعين أي أسئلة إثرائية بس إحنا نخاف مثلا من المدارس إذا البعض بعضهم يمتحنون نخاف تجينا لو فاتع الدور الثاني كذا رح ناخذهم زين لون الأزهر في حنك السبع قلت لكم أنا ما عندي هنا لا سائد ولا متنحي أوكي ما أكو لا سائد ولا متنح ليش؟ من اسمها السيادة غير تامة ما أكو سيادة ما صغيرة ما أكو أكو سائد مكتمل 100% فالثنيناتهم رح نكتبهم شنوه؟ بأحرف كبيرة بينما بمندل الأول والثاني تذكرونه كان يصير عدي كان يصير عدي أحرف صغيرة للسائل العفو للمتنحي بينما أحرف كبيرة عفيا عليك للصفة السائدة زين شون السيادة ذني باع لون الأزهار في حنك السبع لون الأزهار باع للون الأزهار في حنك السبع قلنا ما دام السيادة غير تامة إذن ما أكو لا سائد ولا متنحي إذن نكتبهم نكتب ملاحظة نكتب أوكي الطرز الوراثية بحرفين كبيرين ما أكو كبير صغير يقولون الكبير غصبا ما عليكم نسأل هذا المتنعقل ولكن شين أنت شبير عليه ولكن لذبك ولكن آسع لك ساعد إذن نكتب الطرز الوراثية بحرفين كبيرين زين أستاذ عندنا هذا اللون الأزهار في حنك السبع راح تكون عندي حمراء وتكون عندي شنوه بيضاء أوكي ذن رئيسيات الحمراء وعند البيضاء الحمراء تنكتب عدي بحرفين موقن الطراز الوراثي يكتب بحرفين أوكي حرفين كبيرين ها حمراء آر زين البيضاء باو حماتين حرفين كبيرين باش حط لها حط له شنوه شخطة للفوت زي الساد رحمل بوديك هذاني شنوناني لازم أحفوظن غصبا ما عليك تحفوظهن مثل اسمك وتدرك خين وتجاوبهن بالامتحان زي السادة تاي يعني ما معلمنا بهذه الطريقة نحن نركز حفوظه نطينا 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 مالاتك دك جيت بس وقف لخنا شرب المونستر ما نصحكم للمونستر لأنه خطر زي بحش يقول يقول السبع باوا السبع يحب وحدة بيضة السبع يحب وحدة بيضة على راسها ريشة آه ما هيش على راسها ريشة شون لابستها السبع شي يحب سبع السبع يحب وحدة وحدة بيضة على راسها ريشة ها ها أخوتي ها ضاوع لي والسبع يطلع دم وراح يتارك عليها السبع شبير راح يهد يلا والسبع يطلع شنوه؟ دم شنسر عاركة يلا 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 أخوان يلا السبع شي طلع؟ طلع دم وهذا احنا معروف حليا السبع يطلع دم والسبع يطلع دم السبع يعني ش تقصيد السبع يطلع دم ها لون الدم يا لون أحمر ها إذن اللون الأحمر يراد شوف ها إذن عندي آر أحمر هو شي حب وحدة بيضة على راسه شنوه؟ ريشة حطلها ريشة يا بي ها وصلت لو لا يلا 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 خلنا حفظكم إياه يلا أبطال يلا ما بقى شي للوزارة كلكم أبطال والله يلا السبع يطلع دم أوكي على مودة أوكي وش بيه السبع عندي يحب؟ وحدة بيضة وهاي البيضة على راسها ريشة يا بي السبع يطلع دم يعني الدم يا لون أحمر ها آرب آر كبير نستخدم الغار سوليها السبع سيادة غتار أوكي أدي هنا كبير بكبير لون الدم يا لون أحمر راح يطلع من يم دم أحمر زين وش يحب لون يحب يا العفوية شون يعني هاي البنية يعني بشرتها شو حتكون بيضة يحب وحدة بيضة زين أوكي بيضة على راسه شنوه؟ ريشة ها آه نزلة بش يحط حط عندي ريش فوق ها شخطات هيتش يحنا نسيطر عليه هيتش نربطهم أنا متش نطالب همه يعني بقيتكم هم متش نربطهم إذن السبع يطلع دم أوكي ويحب وحدة بيضة على راسها ريشة زين هس آني هنا هذول الشون راح أعبر عنهم وشون أسوي المسألة الوراثية ما أتي خب يجين مثل نبات حنكل سبع أوكي أحمر الأزار أستاذ أكو هنا نقي ومدر إيش لا ماكو عدي بس الفرد الهجين اللي هو أصلاً إحنا ما نسمي فرد هجين المفروغ شو نسمي نسميه الفرد الخليط أوكي زين نبات حنكل السبع أحمر الأزهار في نبات بزالية العفو يا بزالية ماوتتنا البزالية نبات لا تحطوها رجعاً لا تحطوها بالبريان يا أخو والله مطيبة يعني أكو بيكم ويوخر الكيش ويحط البزالية إش تشجد حس نبات حنكل السبع أوكي شو بي أبيض الأزهار ها شون أذكر با شون رح أذكره أقول يا با ما هو علي حنكل السبع السبع يطلع دم ها دميالون أحمر أوكي والدم عراقي يلا ها يلحن نبات حنكل السبع والسبع يطلع دم دميالون أحمر أذن آرب آر مزيلا شو يحب يحب وحدة بيضة ها أبيض الأزهار شبيه على رأسها ريشة آبهاي طريق P1 G1 F1 يلا شو سيصبح عندي هنا ذول من الشاب هين ناخذ واحد أستاذ يعني طبق القوانين واخذي نفسها حبيبي نفسها حلو هذا شبيها ما تناخذ واحد من الشاب حلو حلو هسا ضرب ليهم وزع ليهم ما وعل شو سيصبح عديان هنا آر أبيض هذا شسمي هسا خليط بيناتهم خليط ماكو ساد آر ها رحقول نبات حنك السبع شبيه وردي الأزهار أوكي نبات حنك السبع شبيه وردي الأزهار زين أستاذ إذا ضربنا وردي في وردي أوكي يعني بنقصين بيتو جيتو أفتو شا هيطلع عننا أستاذ باوعلي باوعلي فدو أروح لك سؤالك يخبر آر بآر فتحة أستاذ يصير أسبق الفتحة علىها ويصير يعني أحنا نقول أحنا نقول الأحمر بعدها إلى هيبت أوكي مختلفين مختلفين ما مش شابهين دول مصحح مندل الأول لا تنسى عب هذا همتين رح أخذه مختلف وهذا همتين مختلف حلو حلو زين طبق لمندل الأول الأول في الأول ها آرب آرب حلو هذا يعني شنوه هذا أحمر الأزهار زين بعد الأول في الثاني آرب آرب فتحة ها وردي زين الثاني في الأول ها وردي زين بعد عدياني شنوه عندي بعد الثاني في الثاني أوكي الثاني في الثاني باقي الطريقة اللي هو شنوه عندي هنالي أبيض بس فباوع لفدو أروا هنا النسبة ينقيسة شوف دورش قد اثنين وردي واحد شنوه أحمر واحد شنوه أبيض باقي النسبة صارت عندي صارت عندي واحد اثنين وردي تنفي لو ما ختلفت على مندلة لأول ختلفت شلون باوعلي أنا من شدت أسوي هناك فرد هجين مثلا عندي أحمر الأزهر أوكي في أحمر الأزهر هجين في هجين أوكي بهاي الطريقة مو لو مو هاذا عندي رح ينزل بجهة هاذا ينزل بجهة نانا ينزل بجهة بهاي طريقة صح لو أنا غلطان بي وان جي وان باعلي الأفوان الأول في الأول والأول في الثاني إلى آخر يعني رح يطلع علي بهاي الطريقة أوكي وشين هو هذول كلهم وشبيهم أحمر وهذا شبيهة أدي هنا أبيض مو صح لو أنا غلطان النسبة يعني هنا شين هو واحد بواحد بواحد يعني ثلاثة إلى واحد هيا نسبة النسبة المندلية أما ذي شالنسبة طلعت لي ها حبيبي ها عيني حبيبي إذن اختلفت النسبة لو ما اختلفت النسبة إذن هاي راح تفيد بالمقارنة إذن النسبة عنده تضريب هجين في هجين راح تكون عنده واحد اثنيا واحد واحد أحمر اثنيا وردي واحد أبيض هناك لا هناك شنو ذولي كلهم أحمر سواء النقي أو الهجين كلهم أحمر ثلاثة إلى واحد هذا عندي الاختلاف بين السيادة اللي هي التامة عن الغير تامة زين قلنشوف بالله بعد شعند بيها شوف لي لون الأسار في حنك السبع اللي راح تكون عنده هنا قلنا هذا طراز مالتها هذا عنده هنا الأبيض وعنده هنا شنو الأزهار الوردية سيادة اللي هي ثامة بعدين نرجع اللون الرش في الدجاج زين اش قال يا الظهور هذا طبعا مرشح السواء تعليل كل شمان يا الظهور أزهار وردية من تلقيح الأزهار والآخر وبيض الأزهار ليش وعنده بسبب السيادة الغير تامة لعامل اللون الأحمر لأزهار على عامل اللون الأبيض طاوع الأحمر مجا يسود فيكون اللون عند الناتج عنهما متوسط بينهما يكونوا عند ورد الأزهار شنو إذا كتكمل عليك وبيان قوسين شو تضيف لفدوة أروح لك ويقول يا أبا وذلك بسبب اختلاط تعبير الأليلين لهاتين الصفتين هذا أنا يعني الجواب النموذج الأكثر بسبب شنو اختلاط تعبير الأليلين هاتين الصفتين فيكون عندي هنا الفرد الهجين مختلف عن طراز الأبوين حيث يتغط طراز وسط بينهما هذا أريدك أن تضيف لها ليش أستاذ يعني هذا ما يعتبر صحيح لا بس أريدك تضيف مالتي حتى خاف توقع بيد مصحح ما يرحمك يقول لك يعني شنو يعني سيادة غير تامة شنو يعني سيادة غير تامة العامل اللون الأحمر اللي يسار على العامل اللون الأبيض راح تقل الناتج بيهم متوسطة يورد يسار يقول لك شنو يعني سيادة غير تامة أنا ما أفهم فأنت راح تكتب له بين قوسين شنو هي السيادة الغير تامة أقول له ذلك بسبب اختلاط الأليلين لعامل هاتين الصفات وإلى آخره مثل ما وضعك سؤال هماتين مهم جدا ومن المرشحات اللي هي قارن بين السيادة التامة والغرب تعمل يدير بالك على هذا السؤال ترافي يجيك بي لصة 24 دور أول هماتين مراجعة مرة كذا راح أقول لي أبا تجي للأول يشبه أحد الأبوي بالسيادة التامة مندلية معناها أما يكون عندي أبيض أو يشبه أحد نانا تجي للأوش بي يختلف عن كل الأبوي الطراز المظهر اللي يجي للثاني شبيه ثلاثة إلى واحد ثلاثة أحمر وواحد شنو هم في عدد هنا لا اختلف واحد أحمر اثنين وردي واحد عندي أبيض الأفراد الهجينة مثال عليها لون الأزهار في نبات البزاري هنا مثال عليها لون الأزهار في نبات حنكل سبزن نجعل السؤال اللي هو مالة الكتاب وأعتقد هسا أننا حليناه يون عنده ترقيح نبات أحمر الأزهار بآخر أبيض الأزهار ظهره في جيل الأول نبات يحمل أزهار ذات لون مختلف عن الأباء ما يترى كيف يوراثيه والمظهرية للجيلين الأول وعنده شنو والثاني يعني رقمين ما يجيل أول ويجيل ثاني أقول لها يا بنا نفس الحل نرمز لأليل الأحمر نرمز لأليل سبب أصلا بالسيادة الغير تمة هو تعبير الأليلين اختلاط الأليلين فرح أقول يا بنا نرمز لأليل الأحمر اللي هو ونرمز عندي أليل الأبيض رح يكون عندي أر فتحة اقول يا بنا الاستنتاج بما أنه ضاع صفة اللون في نبات حنك السبع هي السيادة غير تامة ضاع أقول لها يا بنا ما أنه اختلاص صار عندي بين قوسي أقول لها أن صفة اللون في نبات حنك السبع هي السيادة غير تامة وعند تضريب الأزهار الحمراء مع الأزهار البيضاء تنتج عنده شنوه؟ صفة وسطية بين الأبوين وهي عند الأزهار الوردية يعني نفس الحج أنزل بس أنه أنا أقول لها بالإنتاج ماتي أقول لها يا أخوان يا بنا الإثبات ماتي أقول لها ترى ما دام طلع لي لون مختلف إذن هذه شنوه صفة اللون في نبات حنك السبع هي شنوه؟ هي السيادة غير تامة فأنا من أجياء أضرب الأحمر والأبيض راح تطلع الصفة وسطية اللي هي عند الأزهار الوردية زين أنظر طلع زبارات الأبوين شنو طلع زبارات الأبوين؟ أزهار عندي حمراء حنك السبع شنوه؟ راح تكون بهذه الطريقة وبيضاء عندي قلنا شنوه؟ على رأس هريشة أجياء أطبق هنا أنا أخذ واحد بهمهم مباشرة عند التضريب طلع لمية بالمية أزهار وردية زين هسه بجيء الثاني راح أضربهم عند شنوه؟ الأزهار الوردية مع بعضها فرح تكون مرة ذكر مرة إناث مثل ما معلكماني هوكي ومثل ما استونح حليناها همتين الأول في الأول وعند الأول في الثاني وعند الثاني في الأول وعند الثاني في الثاني هنا أنا بيضاء أزهار وردية فالنسبة راح تكون عندي واحد ثمين شنوه؟ واحد هاي النسب الوراثي ما عندي بيشي سؤال وصراحة كل جسه أوكي زين أسف بالله ما تطيني هذا الإثرائمات كل ينتظام لون الريش في الدجاج الأندلسي لون الريش في الدجاج الأندلسي أخوان هم ما تطيني سيادة هي بتعمل أوكي زين منطيني هنا أنا الرموز ماتة كابتل بي كابتل بي بدون فتحة راح يكون الريش مالته أسود أوكي زين كابتل بي كابتل بي 22 فتحة ريش أبيض أوكي زين إذا وحدة بيها فتحة والثانية ما بيها فتحة البي البي العفو شاعة تكون عندي زين استاذ شنو نحن نربطها هاي شنو نربطها هاي سانع دهنانا هذا الريش أوكي الريش الأسود أوكي وعندي قريش الأبيض بيها دجاج فقط الدجاج الاندوليسي يربالك أوكي هذا عندي هنانا الأسود وعندي شنو الأبيض أنا شو قلت لك قلت لك بيبي بيبي عدتتها دجاج أسود بيبي عدتها دجاج أسود بيبي عدتها دجاج يعني نحن نسميها الدجاج عرب ما إحن العمارة ترجمون دجاج عرب أوكي بيبي عدتها دجاج أسود أوكي دجاج سنوع أسود بيبي طاوع هاي بي بتنزل بي بي عدتها دجاج أسود يعني شنوه دجاج أسود الريش بابا وهي أنا ملك الربط والله ملك الربط زين راحت للسوق اش جابت جابت دجاج أبيض ها جابت دجاج أبيض هماتين على راس ريشة ها الأبيض يقول حلو اشكت حلو هذا دجاج أسود وراحت للسوق السوق دائما يبيعون دجاج أبيض صح لون غلطان بالسوق وراحت للسوق جابت دجاج أبيض هذا دجاج أبيض الريش الخلط مالتهم شنوه عمي انتم مرسامين هينكم علينا شوي هاي الطريقة شراح يكون هذا عندي هنا رصاصي مو؟ تخططين شيء طريق نفس الطريقة بيبعدها دجاج أسود ولا حتى للسوق جابت دجاج أبيض الله يحفظ لكم بيبياتكم إذا كانت موجودات والله يرحمه هنا بيبيات 2 موضوعات الله يذكر الله يحبك فاقوان حبيبي الخاطر بيبي أحفظي إذا بيبي عدتها دجاج صديقي يعني بيبي تجات عدتها دجاج على فكرة أسود هو على فكرة من هذا الدجاج الأسود وهذا العربة الكبرى بحيث ما تشتها سعد السطح من ورائه الله يرحمه كان مرعبتني من وراء دجاج مالته وراحت للسوق جاب الدجاج شنوه أبيض جيب الأبيض الطبخة ولا أسود تربي بي ما أعرف من كانت تربي بي أبيضة وحدة لو ماكوا والله لو منها أنا وينك الليلبزها زي إذن عندي بيبي تذكر ليها بيبي أوكي بعش أسهل لك يا عين شد همتك وشد روحك وياي فأنا شرح أسوي لك كل المواضيع اللي رح ناخذها المختلفة رح أسوي لك ياها بشكل محاضرة الواحتي أوكي فإحنا نشنا من تفقي إنه خمس محاضرات بس أنا ما رح أسميها محاضرات رح أسميها بارتات أوكي يلا أخوان حوالي مجال وشوكم بخير بالمحاضرة القادمة مع السلامة